بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التوترات بين إيران وأذربيجان أبعد من أزمة المناورات بل بمعنى أدق هي فوق صفيح ساخن وهناك نار ينبعث من تحت الرماد لمعرفة ما يتعلق بهذا الموضوع وتداعياته على المنطقة واستقرارها أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد بعد نحو عام على حرب كرباغ الثانية بين أذربيجان وأرمينيا ساد التوتر مرة أخرى في جنوب القوقاز مع ترافق السجال الحاد بين إيران وأذربيجان بمناورات وتحركات عسكرية تشارك فيها أطراف أخرى ما يؤشر إلى أن العلاقات بين طهران وباكو قد تتجه إلى مزيد من التصعيد في ظل سيناريوهات مفتوحة على أكثر من احتمال النقطة المركزية المعلنة فيها علاقات التعاون بين أذربيجان وإسرائيل وإمكانية استغلال تل أبيب لهذه العلاقات في حربها المفتوحة على الملف النووي الإيراني أما الأعمق فهي التغيرات الكبيرة في خريطة التحالفات في منطقة جنوب القوقاز بعد ثلاثين عاما على انهيار الاتحاد السوفيتي وكشف الرد الإيراني على تصريحات للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الأخيرة عنه وعاميقة في العلاقات الأذرية الإيرانية علييف وفي حواره مع وكالة الأنظول قبل أيام تساءل معلقا على المناورات العسكرية الإيرانية على مقربة من حدود بلاده لماذا الآن ولماذا على حدودنا وأضاف لماذا يتم ذلك بعد أن حررنا هذه الأراضي بعد ثلاثين عاما من الاحتلال في إشارة إلى إقليم ناجورنو كرباغ الذي استعادت أذربيجان معظمه من أرمينيا في حرب بدأت 27 سبتمبر أيلول 2020 وانتهت في 10 نوفمبر 22 من العام ذاته بإعلان الرئيس الروسي فليدمير بوتين توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في الإقليم مع احتفاظ أذربيجان بالمناطق التي سيطرت عليها قواتها في الإقليم بدعم تركي رد طهران على التساؤلات علييف جاء على لسان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي قال لا نريد أن تتحول أراضي أذربيجان إلى ساحة يصرح ويمرح فيها الإسرائيليون وهو ما نفته وزارة الخارجية الأذرية في بيان صدر عنها في 4 أكتوبر 2021 الجاري وقالت إن الاتهامات الإيرانية لا أساس لها من الصحة الخلاف يظهر إلى العلم يستدل من تصريح أدل به المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة لوكالة فارس الإيرانية في 3 أكتوبر الحالي أن طهران كانت تعمل على معالجة السبب الرئيسي والمباشر للخلاف من خلال القنوات الدبلوماسية بين البلدين وتحدث زادة عن مشاورات جادة ومفصلة جرت بين إيران وأذربيجان خلال اجتماع بين وزيري خارجية البلدين على هامش الدورة الأخيرة للأمم المتحدة رسائل المناورات بدأت إيران في الأول من أكتوبر الجاري مناورات عسكرية على حدودها مع أذربيجان وهي الأوسع منذ تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991 شاركت فيها وحدات مضرعة ومدفعية وطائرات عمودية وأخرى مسيرة بالإضافة إلى وحدات حرب إلكترونية وأطلقت عليها اسم فاتحو خيبر في دلالة رمزية إلى الهدف من تنظيمها والمتمثل في ردع أي تحركات إسرائيلية ضد إيران تنطلق من الأراضي الأذرية إلا أن محللين سياسيين وعسكريين حذروا من احتمال تطور المشاحنات إلى مواجهات عسكرية بين إيران وأذربيجان تمتد تأثيراتها المباشرة إلى كل منطقة القوقاز وأسيا الوسطى وبعض مناطق الخليج العربي بافتراض إقدام إسرائيل على تنفيذ تهديداتها بتوجيه ضربات جوية للمنشآت النووية الإيرانية تتورط فيها أذربيجان وقد تستغل من قبل أرمينيا كرد على الهزيمة التي لحقت بجيشها في حرب كاراباغ العام الماضي علاقات معقدة تسعى إيران للتركيز على الدور الإسرائيلي كسبب مباشر للخلافات والاتهامات المتبادلة مع أذربيجان لا يقلل من أهمية الخلافات الأخرى بين البلدين التي تعيق التعاون المشترك بينهما ومن أهم الخلافات اتهام أذربيجان لإيران بالتحالف مع أرمينيا في النزاع الذي يجري في إقليمنا جورنو كاراباغ إسرائيل حاضرة لإسرائيل عدد من القواعد العسكرية في أذربيجان القاعدة الأولى وافقت عليها بطلب من الرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق هباراك عام 2000 ثم بنت إسرائيل قاعدة ثانية 2003 وتقع القاعدتان في جنوب أذربيجان وتحتويان على طائرات من دون طيار ومنظومات تجسس عالية التقنية تقول إيران إنها موجهة ضدها لكن وزارة الخارجية الأذرية أكدت عدم موجود أي قوات ثالثة بالقرب من الحدود الأذرية الإيرانية جنوب القوقاز أمام واقع جديد بعيدا عن العامل الإسرائيلي فإن الغلايان الحالي في منطقة القوقاز يعود إلى رغبة إيران في الالتفاف إلى هذه المنطقة الحيوية بعد سنين من إهمالها عمليا وفي العقود الثلاثة الأخيرة تغيرت التوازنات والتحالفات في جنوب القوقاز كثيرا وبعدما كانت المنطقة تابعة لروسيا بالكامل بدأت أرمينيا وجورجيا وأذربيجان في شق طريقها الخاص في ظل ظروف صعبة وتحولات سياسية واجتماعية واقتصادية عميقة بعيدا عن روسيا ولم يكن لدى روسيا الكثير لتقدمه لهذه البلدان فتراجع دورها كثيرا على حساب صعود دور الولايات المتحدة التي بدأت بالتفكير في حوض قزوين على أنه المصدر الجديد للنفط لها ولحلفائها الأوروبيين وجنوب القوقاز وإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدأت دور الصينية تعاظم في المنطقة ووصل إلى اعتبارها منطقة استراتيجية ضمن مشروع الحزام والطريق أما الاتحاد الأوروبي وعلى الرغم من أنه أبدى اهتماما كبيرا بالعلاقات مع جنوب القوقاز فإن العلاقات لم تتطور إلى المستوى المطلوب لظروف ذاتية وموضوعية تتعلق بطبيعة الأنظمة السياسية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة في المقابل بدأ أن تركيا استدركت إهمالها لجنوب القوقاز مع بقاء باب أوروبا مغلقا في وجه انضمامها للاتحاد وبدأت في نسيج علاقات قوية مع جورجيا وأذريبيجان ولعبت دبلوماسية كرة القدم دورا في تخفيف التوتر مع أرمينيا لفترة قليلة مع توجه تركيا نحو تصفير المشاكل ولكنها ركزت لاحقا على بناء علاقات قوية مع جورجيا وأذريبيجان وقامت بدعم أذريبيجان في معركة نجورنو كرباغ التي انتصرت فيها يبقى هنا السؤال الأخير ما هي سيناريوهات المستقبل يرتبط تطور الموقف الراهن بين أذريبيجان وإيران بعدد من السيناريوهات كلها تتعلق بما ستقدم عليه إسرائيل لكن المشترك بينهما جميعا أن الوضع القائم حاليا لن يبقى كما هو السيناريو الأول يقوم على انجرار البلدين إلى صدام عسكري كجزء من تداعيات ضربة جوية إسرائيلية للمنشآت النووية الإيرانية مع تأكيد طهران استحال التنفيذ الضربة من دون استخدام الأراضي الأذرية منصة لانطلاق ودعم لجوستي لكن هذا السيناريو مستبعد على الرغم من التهديدات الإسرائيلية المتواترة منذ عام 2000 للعديد من الأسباب أهمها أنه لا يمكن لإسرائيل أن تنفرد بالقرار دون ضء أخضر أمريكي واستحالت أن توجه ضربة نهائية للمنشآت النووية الإيرانية مترامية الأطراف أما السيناريو الثاني فهو توجيه ضربة إسرائيلية أمريكية مشتركة يفترض فيها أن تكون حسابات الرد الإيراني أكثر صعوبة ويستند المؤيدون لهذا الاحتمال إلى تصريحات أمريكية رفيعة المستوى لوحت بأن إدارة بايدن ستلجأ إلى وسائل أخرى في حال فشل الوسائل الدبلوماسية أما السيناريو الثالث وعلى ضوء لجوء إسرائيل إلى ثلاث بدائل وضعتها الدائرة الاستراتيجية والدائرة الثالثة في الجيش بتكليف من رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي في يناير 2021 لمواجهة ما سمي تقويض جهود إيران النووية من دون الإفصاح عن طبيعة تلك البدائل ومن غير المؤكد احتمال اشتراك مشاركة واشنطن في إعادة صياغتها وتنفيذها وستحدد إيران ردها تبعا لما ستقدم عليه تل أبيب منفردة أو بالشراكة مع واشنطن وفي كل الأحوال تسعى إيران إلى فرض معادلة جديدة في علاقتها مع أذريبيجان بأنه ليس مقبولا فيها بقاء القواعد الإسرائيلية على الأراضي الأذرية كسيف مصلط على إيران وسيبقى هذا الملف حاضرا على جدوى الأعمال العلاقات الأذرية الإيرانية ولكن يبقى هنا سؤال إسرائيل كانت تمرح وتصرح في داخل الأراضي الإيرانية ونقلت حوالي 14 طن من الوثائق المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني وقامت باغتيال العديد من علماء الظرة كان آخرهم فخر زادة وهو ما يطلق عليه أبو القنبلة النووية الإيرانية إلى أين ستتجه العلاقات وإلى أين ستتأزم مع الوضع في الاعتبار أن أذريبيجان مثلا ينتمون إلى المذهب الشيعي التي تنتمي إليه إيران ولكن تتصاعد الخلافات فالخلافات أعمق وأكبر من الخلاف المذهبي أو الطائفي في الختام متابعين الأعزاء من الواضح أن العلاقات تتأزم بين البلدين بعيدا عن اعتبارات كثيرة لا علاقة لها بالمذهبية أو الطائفية ولكننا نتمنى دائما للبلدان الإسلامية أن لا يكون بأسها بينها شديدا وأن تتوجه أسلحتها إلى أعداء الأمة الحقيقيين وهم الصهاينة وأتباعهم متابعين الأعزاء أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة